السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين إياه سنة ثالثة معيكم ميزئية أحمد من مدارس المنتظر الخاص النهاردة هنشرح مع بعض درث ثقافات الشعوب يتكون العالم من شعوب عديدة ولكل شعب عادية وتقاليده في المأكل والمشرب والملبس وممارسة الهوايات كما يتميز كل شعب عن غيره باللغة التي يتواصل بها والفنون التي يمارسها وهذا ما يسمى ثقافة شعب لم يكن اختلاف الشعوب فيما بينها مانعا من تعرف ثقافات الآخرين لأن هذه المعرفة تذل العقابات كثيرة في طريقة التواصل بين هذه الشعوب عندما نتعرف عادات أحد الشعوب وتقاليده نستطيع أن نتعمل معه وتعلم لغة شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم فكره وكذلك الفنون فهي تظهر ثقافة الشعوب وقيمها إن الإطلاع على ثقافة الآخرين يكسبنا خبرات متنوعة ويحقق تواصلا ناجحا معهم من أجل تحقيق السلام والتقدم والرقي طبعا يا سنة ثالثة إحنا عارفين إن العالم بيتكون من شعوب عديدة يعني إيه شعوب؟ يعني جماعات كبيرة من الناس مش بيبقى إنسان واحد لأ دي جماعة كبيرة قوي من كل البشر بس طبعا العالم برضو مش بيكتفي بالشعب المصري بس لأ طبعا في الشعب الإطالي في الشعب الألماني في الشعب الفرنسي في الشعب الأمريكي فلكل الشعب ده ليه عاداته وتقاليده كل واحد ليه العادات بتاعته اللي موروسة من أجديده وفي المأكل يعني أكلهم بيختلف عن أكل المصري في المشرب شربهم في الملبس الهدوم اللي هما بيلبسوها والممارسة الهويات والفنون اللي عنده ويتميز كل شعب عن غيره باللغة اللي بيتواصل بيها طبعا إحنا عندنا هنا الشعب المصري بيتميز باللغة المصرية واللغة العربية أما في الإطالي مثلا بيتميز باللغة الإطالية طبعا ألماني بيتميز باللغة الألمانية طيب أمريكا تتميز باللغة الإنجليزية فكل شعب بيتميز باللغة اللي بيتكلم بيها والفنون اللي بيمارسها وكل ده اسمه ايه؟ ثقافة شعب كل شعب وليه ثقافته طيب وبيقول لي كمان لم يكن اختلاف الشعوب فيما بينها مانع من تعرف ثقافات الآخرين يعني مش اختلاف الشعوب إن كل شعب مختلف عن التاني ده حاجز ان احنا نعرف ثقافات الاخرين لا ده بل بالعكس ان انت كن لما كل شعب مختلف عن التاني واحنا نتعرف عليه اكتر ونتعلمه ده هيسهلنا صعوبات كتيرة جدا من طريقة التواصل ما بينهم ازاي؟ يعني مثلا ان هنتعرف على عادات كل بلد مثلا معينة نتعرف على عاداتها تقاليدها مأكلها هنقدر نستطيع ان احنا نتعامل ايه؟ معاهم وتعلم لغة شعب لما تتعلم مثلا اللغة الايطالية هتعرف تتكلم معاهم وتتناقش معاهم وتعرف هما بيقولوا ايه وتتواصل معاهم لفهم فكره وتفهم فكره ووصل لحد فين وتعرف تتناقش معاهم وكذلك الفنون فكل ده بتزهل لنا ثقافة الشعوب وان احنا لما نتعرف على ثقافات الاخرين الشعوب التانية ده بيزدنا خبرات متنوعة بيبقى عندنا خبرات مختلفة كتيرة جدا وبيبقى فيه تواصل ناجح كده ما بيننا وبين الشعوب الاخرى فده بيحقق لنا السلام والتقدم والرقية في المجتمع وبكده خلصنا شرح درسنا النهاردة يلا بينا نحلو مع بعض تتريب صغير اول سؤال معنا النهاردة اكمل شبكة المفردات شبكتنا النهاردة عن ايه؟ عن كلمة الفنون يلا بينا ايه اللي موجود في الفنون؟ عندنا من الفنون عندنا الرسم وعندنا كمان في ناس عندها فن الغناء وعندنا كمان التمثيل وكمان الشعر في ناس طبعا عندها موهبة القاء الشعر السؤال التاني معنا اكمل خريطة الكلمة خريطة كلمتنا عن ايه؟ الرقي نوعها ايه؟ اسم ولا فعل يا سنة ثالثة؟ شطرين اسم عشان فيها الف ولام طيب معنا الرقي ايه؟ التقدم طيب مضدها التأخر وجملتنا ثقافية الشعوب تؤدي الى الرقي السؤال الثالث يا سنة ثالثة اكمل واحد تعلم لغة شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم؟ شطرين فكري رقم اتنين اظهرت الفنون ثقافية الشعوب و طلعت لنا ايه كمان وقيمها رقم ثلاثة يتميز كل شعب عن غيره بايه التي يتواصل بيها؟ شطرين اللغة اربع ان الاطلاع على ثقافية الاخرين يكسبنا نقطة متنوعة يكسبنا ايه؟ شطرين يا سنة ثالثة خبرات السؤال الرابع معنا النهاردة رتب وكون جملة رقم واحد الانسان هي اللغة هوية هرتبها ازاي؟ شطرين اللغة هي هوية الانسان رقم اتنين العالم يتكون شعوب من عديدة هرتبها ازاي؟ يتكون العالم من شعوب عديدة الاساليب والتركيب بتاعتنا النهاردة اكتب اداية استفهام مناسبة طبعا يا سنة ثالثة احنا فاكرين مع بعض ادوات الاستفهام طيب يلا بينا نطبقها رقم واحد نقاط فايزة بالمركز الاول هو اللي بيفوز ده بيبقى عاقل ولا غير عاقل شطرين عاقل طيب انا بسأل على عاقل بايه؟ بمن؟ يبقى من فايزة بالمركز الاول رقم اثنين نقاط ذهب احمد امس رح فين احمد بيرح رح فين ده يعني مكان اقول له ايه؟ اين ذهب احمد امس رقم تلاتة نقاط ثمن الحلوة ثمن يعني فلوس يعني عدد طيب انا بسأل عن العدد بايه؟ سمعيكو شطرين بكم يبقى اقول له ايه؟ كم ثمن الحلوة السؤال التاني معنا ضع سؤالا مناسبا احنا بقى اللي هنحط السؤال وبيبقى جايب لي اجابة ونعمل سؤال طيب اول سؤال بيقول لي ايه؟ اتناول الغداء عصرا طب انا هاسأل بايه؟ عصرا ده ايه؟ ده زمن طيب والزمن انا بسأل علي بايه؟ بمتى؟ شطرين يبقى متى تتناول الغداء؟ بتتناول امتى؟ اتناول الغداء عصرا رقم اتنين نقاط اذهب الى المدرسة بالسيارة يبقى انا سألت قلت له ايه؟ ازاي بتروح المدرسة؟ قال لي بالسيارة طب ازاي دي باسأل علي بايه؟ بكيفة؟ يبقى اقول له كيفة تذهب الى المدرسة؟ بتروح ازاي المدرسة؟ بالسيارة اخر سؤال معينا النهار دي سنة ثالثة حول الجملة الاسمية الى جملة فعلية رقم واحد اللاعب شعرة بالتعب طيب تعالوا نفتكر كده ان الجملة الاسمية اللي بتبدأ باسم طيب الجملة الفعلية اللي بتبدأ بفعل طيب في جملتي دي فين الفعل بتاعي؟ شعرة يبقى هعمل مقص واجيب الفعل الاول اول شعرة اللاعب بالتعب رقم اتنين اخي يحب الازهار برضه دي جملة اسمية فين الفعل؟ يحب هجيبه هو الاول عشان تبقى جملة فعلية يحب اخي الازهار رقم تلاتة الطبيبة تعالج المريد فين الفعل؟ تعالج يبقى هعمل مقص تعالج الطبيبة المريد وبكده سنة ثالثة خلص درستنا النهاردة قابلكم في درس جديد